محاضرة الثانية عشر الجزء الرابع فيها قلنا أن بعض أهل الصلاح أهل الدين يتعاملون مع المصارف الربوية ويدعون أموالهم بعملية إدع أموالهم في الحسابات الجارية إدع غير ربوي حتى يفروا من أخذ الفوائد الربوية ويرون في ذلك حلا وسطا يمكنهم من الإفادة من خدمات المصارف ويجنبهم شرورها وأثمها ما حكم هذه الصورة؟ هذه الصورة ما لم تلجئ إليها الضرورة ما لم تلجئ إليها الضرورة وأعتقد أن في هذه البلد ضرورة أو تحمل عليها حاجة ماسة لتبرأ بها الذمة ولا يخرج بها أصحابها من العهدة وذلك لما يلي أنهم إن نجحوا بهذا الوضع من الفرار من أكل الربا فلم ينجحوا من الفرار من أعانة مؤكل الربا وإقدارهم على تثبيت أنشطتهم الربوية لأن البنوك لا تحتفظ بهذه الوداء الخزائف في خزائف حديدية لترداء الأصحابها عند الاقتضاء بل تخلطها بأموالها تنشئ بها القرود الربوية تستقل وحدها بالفوائد الربوية خالصة لها من دون الآثمين البنوك لا تكتفي بعقد قرود في حدود ما يودع لديها من أموال في حسب بل تلجأ إلى ما يسمى بخلق النقود هي آلية ربوية يتمكن بها البنك من أن يعقد قرود الربوية يفوق حجمه حجم الوداء الأصلية المدعى عنده مرات عدة مرات ضبط أحد الاقتصاديين الألاقة التي تحكم الحجم الكل للوداء بالنسبة للوديعة الأصلية في هذا القانون الحجم الكل للوداء بيساوي الوداء الأصلية مقلوب نسبة الاحتياط يعني البنك إذا كان بيحتفظ بنسبة 20% مما يودع لديه من أموال لمواجهة طلبات الصرف الطريقة فإن معنى ذلك أنه يستطيع أن يعقد من القرود الربوية ما يسوي خمسة أضعاف الوداء الربوية الموجدة فعلا في خزائنه فالوداء النقدية التي يدفع بها إلى المصارف يدفع بها إلى المصارف بتمثل بالنسبة لأنشاطتها الإقراضية الربوية شريان الحياة الذي بدون قد تلفظ أنفسها وتغلق أبوابها أو تكاد تغلق أبوابها يبقى بالتالي ما لم يكن الإنسان مضطرا إلى ذلك أو الحاجة الماسة فلا تبرأ منه الذمة وقلنا أن في هذه البلاد نظرا لعدم الأمان ونظرا لأنه يعرض نفسه المساءلة القانونية إن وجد عنده كثير من الأمور الأموال السائلة فبالتالي يضعها ويتنبه لأنهم قد يضعوا بعض الفوائد أيضا لا بد أن ينتبه إلى ذلك بيكتبوا هذه الأشياء ويخرجها ولا ينتظر لها ثوابا لا بد من ذلك